نموات زائدة تنشع نتيجة تمدد خلايا البارانشيمية المجاورة لقصيبات الخشب وتمتد داخلها من خلال النقر النقر من خلال من خلال النقر يبا تكوين التلوذات هو نموات زاعدة تنشأ نموات زاعدة تنشأ نتيجة تمدد الخلايا البارانشمية المجاورة لقصائبات اللي هي الخشب وتمتد داخلها من داخل النقر والمنظر هنا موجود عندنا هنا عندنا هنلاقي هنا في الخلايا البارانشمية اللي هي الصغيرة دي وبينهم طبعا تعرجات فبيتكون عادي التلوذات بتتكون اللي هي زي هنا بتسد الفراغات الابيض ده بتسده بخلايا التلوذات هنا التلوذات اهي اللي هي شايفينها وطبعا ايه الخلايا البارانشمية بتبقى ايه بينها تعرجات ففي التعرجات دي بتمليها التلوذات عشان تعملها العمليات مسمطة فتمنع دخول اي حاجة داخل ايه داخل النبات دي الرسمة بعد كده أهمية التلوذات قلنا تعيق حركة الكائنات الممرضة التلوذات تعيق حركة الجهاء التكون التلوذات تقولن jam أهمية التلوذات تعيق حركة الكائنات الممرضة إلى أجزاء أخرى في النبات فتوأفها تعيق حركة الكائنات الممرضة إلى أجزاء أخرى للنبات ده بالنسبة للوزات